السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة رهيبة للسنبوسة للكيتو دايت وصفة النهاردة يعني عجينة منها فيها سنبوسة بتعم الجبنة طعمها يجنن اللي هجرب الوصفة دي هيدعي لي بصوا انا عايز اوريكم الاول بصوا من جوه مفرغة ازاي لذيذة جدا فوق الخيال طعمها زي الكراسو يعني جربوها وانتو مغمضين وصفة النهاردة اول حاجة عايزين نبدأ باسم الله ونصلي على النبي في التعليقات علشان كده ربنا يبارك لنا اول حاجة عندي هنا بيضة والبيت دا لازم يكون طازة بيضة واحدة خلينا نحط البياض على اه في محضرة الطعام كده ومحضرة الطعام دي تكون نشفة والسفار نحطه باي طبق كده تاني خلينا نحط السفارة كده والسفار دا احنا نستعمل منه حتى مش كله خلينا نحط عليه نقطتين من الخل ونسيبه على جنب تعالي نحط الشفرة بتاعت محضرة الطعام ويلا نضرب بيضة البيت في محضرة الطعام مش محتاج بقى مضرب ولا حاجة الموضوع بسيط جدا لو معدلاش محضرة الطعام ممكن خلاط سأنا يعني عزي حاجة صغيرة عشان كمية مش كتير نضرب كده بيضة البيت لحد ما يبقى عامل زي الفوم كده يكون ابيض ولكن مش متمسك تعالوا وريكوا القوامل المطلوب للوصفة النهاردة بس كده يكون كده رغاوي كده شايفين كده هو ده وهو ده هيديني النتيجة دي امتة لما يكون الوعاء ناشف وبيضة البيت المكون التاني هيكون جبنة مودزاريلا جبنة مودزاريلا لازم نجبها كاملة الدسم وتكون جبنة مودزاريلا طبعية يعني من غير اضافة زيوت نباتية نتعب شوية كده في السوبر ماركت انا عارفة دلوقتي فيه وانتجات كتير مبقناش نشتريها وكانت كويسة بس برضو الحمد لله لسه فيه بدايل خلينا ناخد كوباية من الجبنة المودزاريلا الفريش يفضل اللي احنا تكون بدربة حرارة المطبخ يعني طلعها برد التلاجة بس قبل الوصفة بربع ساعة خلينا نحط قوباية الجبنة المودزاريلا على بياض البيت اللي احنا اه دربناه في محضرة الطعام هي محضرة الطعام هتاخد المقدار ده بس لو عايزين نزود عن كده لان الوصفة جنن يعني عارفين بقى لما نعملها لرمضان كل سنواته طيبين حاجة يعني اكتر حاجة بتدايقني اني لسه فيه ناس بتعمل نظام وعلشان اكلها او حاجة نفسها فيها تخرج برا النظام في اللي عامل كيتو دايت هيكل سمبوسة ازاي لا لازم يكلها طبعا بصوا كده انا تحانت عايزة تحان تاني خلينا نجيب الجوانب طيب هل كده هي مش هتحتاج من اي موجود ايوه هقولكو وهقولكو كمان على افكار اه للتسوية انا هسويها بطريقة انا عملت وصفة شبه كده من فترة اه اعتقد في رمضان السنة اللي فاتت تقريبا اه والسنة دي ان شاء الله برضو ايه بجدت كده دايما اه بغير حاجات وبقولكو على طرق مختلفة كل ما بعمل حاجة كده مختلفة حتى لو وصفة عملت نفس الفكر قبل كده بس قدمتها بطريقة مختلفة برضو بنزل فيديو عشان ان شاء الله الكل يستفيد فما تبخلوش علي بقى باللايك والتعليق الحلو لان فعلا يعني الموضوع مش سهل زي ما انتم متخيلين طيب فاكرين سفار البيض اللي احنا حطينا عليه نقطتين خلب تعالوا نقلبه واشا ننسينا القلبه هل هناخد منه قد اميه هنستعمله كله احنا عايزين منه نص معلقة كبيرة فقط طيب والباقي يا سلوه هنعمل بي ايه بصوا بقى لو بتعملوا كفتة بتعملوا بنيه بتعملوا بيد حطوه علي انا اللي محتجال الوصفة بس نص معلقة كبيرة وحط عليها طمن معلقة صغيرة من البيكن باب يبقى كده خلاص في المعلقة كده خلينا نقلب تقليبة خفيفة ونحط كله على المكونات اللي احنا عملناها ونقلب بمعلقة كده مدعم بس هو كده بس هو كده الوصفة سهلة جدا لكن طعمها طعمها زي الكراسة طعمها رائع جدا جدا فوق محد يدخل بدون مبالغة يعني جربوه ولكن طبعا لازم نستعمل جبنة موزرلة تكون نوعية هكويسة مش بس الجبنة الموزرلة اللي هي بتكون طبيعية بتدي طعم طبعا تاني خالص ولكن هي يعني الجبن التانية طعمها لا يعني فيه فرق طبعا في الطعم وفرق طبعا في النتيجة انا صراحة مجربتش بالجبن اللي هي بتكون فيها اضافة زيوت نباتية او كده فمش هقدر احكم ولكن انا طبعا يعني متوقع نتيجة تكون مختلفة لان الطعم عمتا كاب بيبقى مختلفة ففيه لما بتيجي تكله حاجة من بره ويكون فيها جبنة موزرلة ويكون مالهاش طعم زي الجبنة الموزرلة اللي بتبقى في البيت طيب انا عندي هنا الطاصة دي الطاصة دي كنت شرياها وبستعملها وافكار كتير فخليني تساعدني النهاردة طيب لو احنا ما عندناش الطاصة دي هل مش هينفع نعمل الوصفة لا الطاصة دي بتتحط على البوتجاز زيها زي اي طاصة عادية بس هي كواليتي بتاعتها كويس وما بتلزقش فبتساحل عليها جدا لو ما عندناش الطاصة طب استنوا بس معي شوية خلينا نكمل وهقولوكو على البديل يعني اللي ما عندوش الطاصة مش معنى كده انا انا اكتر حاجة برضو اه ما بحبش حد يوقف عليها لو احنا ما عندناش مثلا ادوات لا خلينا نشوف ممكن نعملها ازاي خلينا نحط سمسم ده اختياري بقى انا حتى مش هكتبه في المقادير هو ما عملش اضافة قوي يعني ولكن خلينا نحطه انا مدهنتش الطاصة دي اي حاجة لان هي مش هتلزق معنا جبنا طبعا المدرين الطبيعية فيها دهون منها فيها يعني دهون طبيعية زيها زي القشطة وزيها زي الكريمة بصوا تتكور معي طيب وخلينا نحط في الطاصة كده في الفتحات كده وعايز اقولوك على حاجة الفتحات دي لو فيه مش لازم نملها كلها يعني عادي جدا ان الفتحة يكون ما فهاش حاجة ولا يتحرق ولا اي حاجة خلينا بس سويها كده وانا بسويها هقولوكو على البديل لو ما عندناش الطاصة ونفس النتيجة واحلى كمان مش احلى يعني نفس النتيجة تقريبا بشكل بس ممكن يكون مختلف مش شكل سامبوسة بس ستبقى نفس الطعام طيب انا قفلت الطاصة واروح على عين البوتاجاز عين البوتاجاز الوسط على حرارة وسط العالية ونحطها وبعد دقيقة نقلبها على الناحية الثانية نقلب الطاصة نفسها على الناحية الثانية نقلب فيها كده لحد ما ايه نفتح عليها نلاقيها خلاص استوى كل حاجة بينا قدامكم في فيديو اه تعالوا بقى نتكلم على البديل لو ما عندناش الطاصة دي هنعمل ايه انا الاول هسيب لكم فيديو كنت عملت وصفة شبه كده اه وصوتها في الفورن هسيب لكم فيديو يبين دلوقتي فوق اعلى الشاشة فيه حرف اي كده فوق اه خشوا فيه وخليني برده اشرحها احنا هنسويها في الفورن هنجيب صامية ونحط على الصامية دي ورقة زبدة ونحط عليها العجينة نقوارها كده ونحطوهم بعاد عن بعد ونسويها في الفورن بتاخد تصوية بس طريقة التصوية فشوفوا الفيديو احسن علشان برده ايه تطلع معاكم النتيجة جميلة جده يبقى انا كده قلتلكو على بديل الطاصة اللي معندوش الطاصة يقدر يعملها في الفورن ولكن بس هكون شكلها مدور مدور بقى والمثلث المهم ان هي ايه الطعم الجنن بصوا بقى كده خلاص استويت معانا من جنبين جنب خد تصوية زيادة شوية وجنب تاني اقل وده احلى نتيجة يعني انا جربت كذا مرة واحلى نتيجة لما بديت تصوية جمدة قوي زي ما احنا شايفين الوش ده كده جمد والوش التاني لا واحد اللون الفاتح اللي يدوب كده بس ايه يبقى مستوي وشكله حب عشان دي بتديني من جوة نتيجة مفرغة ونتيجة تعمها يا جماعة تعمها وهمي بجد يعني اللي مشكته ضايد بقى ممكن يأكل منها لان هي تقريبا الواحدة فيها 33 سوع فممكن طبعا برضو يأكل منها ومفيش مانع طبعا لان هي كلها برضو دهون تعتبر جبنة مزرلة من الدهون الصحية الدهون من الحليب يعني زيها زي القشطة زيها زي الكريمة انا بحب القشطة والكريمة جدا مش اعدائي ابدا حتى وانا بعمل ضايد او عايزة اخفف من وزني مش اعدائي ولكن كل حاجة بالكمية يعني مش خلاص هي الكمية هي انا هاكل منها اكيد مش هاكل كل الكمية زي فانت الوصفة دي هتعمليها كل واحد ياخد واحدة كده فخلاص هتبقي اتبسطتي وكلتي حاجة ودقتيها وحاجة كان نفسك فيها ده التسوية اللي بقولك عليها نحية وقد اللون الحلو كأنها مقلية كده والنحية التانية لأ ودي احسن نتيجة سامبوسك مش عاف اسمها ايه فيه ناس كتير بتقول كده وناس بتقول كده فبغض النظر هي البيضة بس احنا مش نستعمل البيضة كلها ناخد البيضة كلها والسفارة ناخد منهم معلقة بس كبيرة وبقيت المقادير زي ما مكتوبة بالضبط بس انا حبيت اللي انا حط بيضة كاملة في المقادير اللي قال لك وزي مرتلك يا جماعة بالله عليكم ما ترموشوا السفارة عشان حراموا يعني دي نعمة ربنا وكل حاجة بايت غالية ونخلو في اي حاجة بتعملي بنيب بتعملي معجنات بتعملي اه كفتة مش هيباني يعني ده هي حتة من السفارة او سفار يعتبر كامل يعني دي كان شكلها من جوه ده كان فيديو النهاردة متحمسة جدا تجربوه بترجعت وكتبو رأيكم في التعليقات اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو تاني ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة